التفتوا جيداً الحرب سجال سجال جمع السجل أي الدلو الضخم الدلو الضخم الكبير التي تمتلئ بالماء هذه كناية عن أنه تارة تكون الحرب لك وتارة تكون لأعدائك الحرب سجال مثل الدلاء التي كانت تخرج من البئر فمرة تكون لك مرة تكون لغيرك أمير المؤمنين عليه السلام هكذا يقول عليكم بالتحامي إياكم أحياناً تلاقون هجم تأتي من الطرف الآخر انتبهوا إلى أن الحرب سجال فعليكم أن تنظموا صفوفكم وتتوالى ضرباتكم حتى لا تتركوا للطرف الآخر فرصة لأن يلتقط أنفاسه أصلاً ولذلك يقول عليه السلام لا يشتدن عليكم كرة بعد فره لا يشتدن عليكم يعني لا يصيرون شديدين عليكم لا تسمحون هم يصيرون شديدين عليكم بسبب كراتهم عليكم بعد فراتهم لأنه كثيراً من الأحيان هم يفرون وأنتم تهدؤون فيكرونهم من جديد مشتدين وهذا خطر لأن الحرب سجال أمير المؤمنين عليه السلام يحذركم يا معشر الرافضة لا يشتدن عليكم كرةً بعد فره وَلَا حَمْلَةً بَعْدَ جَوْلَةً لَا تَتْرُكُوا لَهُمْ مَجَالًا لِتَتَوَالَى ضَرَبَاتُكُمْ وَاجِهُوا بِكُلِّ قُوَّةِ حَاصِرُوا أُخْرُجُوا في الميادين نظِّموا أنفسكم في العالم الواقعي في العالم الافتراضي وحاصروهم قبل أن يُحاصروكم اضربوهم قبل أن يضربوكم ضرباتٍ منهجيةٍ فكريةٍ قوامها النور والإيمان والعلم والمعرفة والبصيرة كل شبهةٍ تُطرح ابتلعوها بالحق بالعدل بالإنصاف واطرحوا ما يردها بقوة وفتتوا جبهات الباطل لا تسمحوا لتلك الجبهات وأهلها أن يشتدوا عليكم ترجمة نانسي قنقر